احتفلت البطرياركية اللاتينية في القدس بالرسامة الشمسية لطالبين من بيت جالة وذلك بوضع يدي صاحب الغبطة البطريارك بير باتيستيا باتسابة على بطريارك القدس للاتين جاء ذلك بعد أسبوع من عيد العنصرة فبعد سنوات من الدراسة في المعهد الإكليريكي رسم الإكليريكان يزن بدر وميخايل الذيب شمامسة إنجيليني في كاتدرائية البطرياركية اللاتينية في القدس وقد حضر الرسامة مجموعة من أهالي الطلاب بالإضافة إلى العديد من أساقفة وكهنة بطرياركية القدس للاتين ومنهم المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي العام المطران رفيق نهرة النائب البطرياركي للجليل والأب لقديموس شنابل النائب البطرياركي للمهاجرين وطالبي اللجوء والمطران بولوس ماركتسو والأب بيرنارد بوجي رئيس المعهد نتمنى للشمامسة الجدد كل الخير والتوفيق في خدمة الكنيسة وألف مبروك